اشتركوا في القناة انها اصوات عالم متغير عالم في حركة دؤود الحركة هي الحياة انها الحركة جوا وبرا وبحرا لامداد العالم بالضاقة التي يحتاجها وتلك هي حكايتي بوسحي ان اقطع كل يوم آلاف الكيلومترات عبر الجزيرة العربية وخارجها فهل هناك اناس او بضائع بحاجة الى النقل على وجه السرعة ها هي طائراتي على اهبة الاستعداد وسيكون احد مطاراتي الاحدى عشر جاهزا للترحيب بي دائما فانا احب ان اشعر انني في منزلي لدي اسطول طائرات كبير ومتنوع يكفي لتلبية جميع الاحتياجات وتلك ميزة تضمن لي الكفاءة انني قادر على التحليق والهبوط في اي مكان فهناك دائما مهبط جاهز لاستقبالي بل انني قادر على الهبوط حتى من دون مهبط الحركة هي الحياة لدي اسطول حافلات قوامه 460 حافلة تنقل الموظفين ليلا ونهارا في مختلف انحاء المملكة انني تحرى الموثوقية واعمل على توفير الراحة للموظفين في نقلهم كل يوم هذا ليس كل شيء فكل موظف يؤدي دورا حيويا في انتاج الزيت وتصديره وهذا ما جعل اسطول سياراتي ضخما كل شيء تحت السيطرة فانا اعرف مكاني ووجهتي وهذا ما يجعلني موثوقا ودقيقا في مواعيدي لا شيء يخيفني حتى عندما انقل حمولات ثقيلة في مناطق وعرة وخطرة الحركة هي الحياة وسواء تعلق الامر بانتاج الزيت او نقله فلا شك ان البحر معبر مهم مجرد استخدام ناقلة او اخرى يكفي لتلبية جميع احتياجات انتاج الزيت وتصديره مثل توجيه الناقلات الضخمة وامداد منصات الحفظ وفي عمق البحر تشعرني اجهزة الحديثة بامان تام اما مراعاة النظافة والمحافظة على البيئة فمن القيم التي اتبناها واذا لزم الامر فانه يمكن تنظيف القارب بسهولة انني احب ان يكون كل شيء نظيفا كما انني ابذل قصار جهدي للمحافظة على لياقتي واتفحص كل شيء للتأكدي من جهوزيتي على الوجه الاكمل واذا ما تعين استبدال بعض الاجزاء فكل شيء في متناول اليد ولا يقف الامر عند هذا الحد وانما يتعلق بشؤون السلامة ايضا ويجب نعترف بانني لا احبذ المخاطرة ولهذا فاني اضع السلامة دائما في المقام الاول واذا ما وقع حادث طارئ فانني دائما مستعد للتعامل مع الموقف انني في حركة دائمة وبيدي ان ازيد سرعتي او ان اتري ولكنني لا اتوقف عن الحركة ابدا لو كنت شركة خطوط جوية فسوف اكون الاقدم فبدايتي كانت عام الفا وتسعمائة واربعة وثلاثون كما ساكون من بين اكثرها حداثة وتنوعا ولو كنت شركة نقل بحري فساكون من بين اكثر الشركات شمولية واكثرها محافظة على البيئة شركة تبذل جهودا مستمرة لتوفير تدريب نوعي مستدام ولو كنت شركة خدمات لوجستية او شركة نقل فلا شك انني ساكون احدى الشركات التي تقطع اطول المسافات كل عام واتنشئ طرقها الخاصة وتحافظ عليها نعم انا كل ما سبق وانا من يجعل ارامكو السعودية في حركة دائمة فاكبر شركة طاقة وبترو كيميائيات متكاملة في العالم لا يغمض لها جفن انها عالم يعج بالحركة دائما سررت بلقائكم اشتركوا في القناة